ترجمة نانسي قنقر 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 والارث التاريخي لمدينة المحرق الشماء وأيضاً خلق تناقم بين الحداثة وبين الحضارة الموجودة القديمة مشروع لتكرم في جلالة الملك الله يحفظه بإعادة الفرجان القديمة ترجمة نانسي قنقر ويعطي أرواح مثال على المدينة ويعطي أرواح مثال على العمارة الإسلامية في الخليج العربي وعليه روعي في تطوير المدينة خطة واضحة الملامح اطلع من خلالها عدد من المسؤولين وأهالي المحافظة خلال حلقة نقاشية جامعة الجهات الحكومية المنفذة للمشروع مشروع سيكون رائد وهناك فيه صعوبات وتحديات سيتم معالجتها بحضور المسؤولين ودعم جلالة الملك الله يحفظه وسمولي العد أتمنى نشوف محافظة أخرى ونشوف المز بين الأصالة والعراقة في محافظة محرق باسمي وبيسم أخواني جميع أعضاء مجلس البلدي نتقدم بالشرق الجزيل إلى صاحب الجلالة على تفضل بأحياء فرجان المحرق وإلى سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نحن نأمل من هذا الحراك الشامل الذي يقوده سيدي جلالة الملك أن تكون المحرق نموذج عالمي للمدن وليسترجاع التراث والثقافة القديمة يعتمد تطوير مدينة المحرق أساسا على الشراكة القوية بين التراث والإبداع وهما ركزتان من شأنهما تعزيز المجتمع المحلي وانتماؤه إضافة إلى تعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية بطريقة مبتكرة وإبداعية وعلى وجه الخصوص استطاعت مملكة البحرين ومبادرة الاستثمار في الثقافة خلال العقد الماضي تحقيق استثمار هائل في البنية التحتية الثقافية مما ساهم في تحول المحرق إلى مصدر إلهام لمشاريع التصميم وصلت أصداؤها إلى ما هو أبعد من المنطقة العربية في إطار الحفاظ على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين يأتي مشروع تطوير المحرق بدعم حكومي تطلب وضع خطة ممنهجة وعقد حلقة نقاشية للاطلاع حول المستجدات والمراحل التي تم إنجازها من الخطة التنفيذية للمشروع إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة